وحول إعادة إعمار قطاع غزة أكد الرئيس السيسي أن القطاع يحتاج أكثر من 500 مليون دولار لإعادة الإعمار وأكد الرئيس السيسي أن مصر ستعمل مع الجهات المانحة لتقديم دعم أكبر لمنظمة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا حتى تستطيع القيام بدورها القطاع فعلاً محتاج أرقام أكتر كتير من الرقم 500 مليون دولار وكنا نتمنى في مصر أن نساهم بكتر من كده لكن أنا حاضر أقول للناس اللي شغالة أن المرحلة الثانية اللي بدأت في ديسمبر من فضلكم إحنا كنا قيلين أن دايماً الناس اللي تشغل يعني المواطنين اللي موجودين ناكل لأن مش هنجيب بعمالة تخش للقطاع وأهل القطاع موجودين يشتغلوا يعني لكن أقصد أقول أن إحنا أرجو أن إحنا ننهي المراحل اللي إحنا وعدنا بيها في أسرع وقت ممكن من أجل أشقائنا في قطاع غزة وحيستمر دورنا في أن إحنا نناشد المانحين أن هما يتقدموا ولا يتخلوا عن الأنراء عشان الالتزامات اللي خاصة بيها الالتزامات اللي بتقوم بها الأنراء وأتصور أن دا الأمر بشكل وبأخذ ابتدى يعني يعود مرة أخرى بعد توقف الكام سنة اللي فاتوا وبرضو مرة تانية بنواجه أن دا الدول المانحة وحنتحرك كدولة معهم أيضاً عشان تصل هذه الرسالة بشكل أكثر قوة وفعلية من أجل الاستئناف أكبر ودعم أكبر للأنراء عشان تقوم بدورها في القطاع